القرار ده ممكن نبصله كده ونعتبره قرار عادي زي أي قرار بيصدر بتكليف حد لتولي مسؤولية في النادي لكن القرار ده بيعتبر من القرارات التاريخية لمجلس إدارة النادي الأهل ليه؟ نقول لكم في الوقت ده كان كل لعبة لها سكرتير يعني مدير للعبة وكل سكرتير لعبة منه لسكرتير النادي وعدد الألعاب ده ده وصلت في الوقت ده لعدد كبير قوي زي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والهوكي والتنس والعاب القوة والملاكمة ورفع الأسقال والجنباز وتنس الطولة والبلياردو يعني مش مجرد أربع خمس لعبات زي ما بدأ النادي بيها ده جير بقى متابعة معهد التربية الرياضية وحفلات النادي ومسابقاته ومتابعة الإدارات المختلفة والشؤون اليومية للنادي إذن متابعة الألعاب حتتأثر لأن سكرتير النادي مش هيقدر يتابع كل ده ده جير كمان الألعاب بمشاكلها ونشاطاتها وعددها الكبير يبقى من الأفضل يكون في حد يتابع الألعاب كلها ويقدم تقارير لسكرتير النادي لعرضها على مجلس الإدارة بدل سكرتير النادي ما يتعامل مع سكرتير كل لعبة يتفرج لإدارة النادي ويكون في حد مسؤول عن الألعاب المنصب ده اتطور بعد كده وبقى اسمه مرائب الألعاب وبعد كده بقى مدير النشاط الرياضي عشان كده تعين كابتن للنادي من القرارات التاريخية لمجلس إدارة الأهلي وكان محمود مختار التيتش أول من تولى هذا المنصب في تاريخ النادي وهنا بقى مهم إننا نتعرف أكتر وأكتر على محمود مختار التيتش ترجمة نانسي قنقر